يومية رمضان مع مون نكتا على القناة انفاس بريس ضيف هذا اليوم فنان ممتن مسراحي وسينمائي عبدو طاليب عبدو طاليب مرحبا بك على انفاس بريس مرحبا وشكرا على الاستضافة وتبارك الله عليكم الله يكبر بك الله يحفظكم وسمح لنا عجبنا عليك اليوم رمضان الله يودي مرحبا رمضان هو اللي خاصنا نكرمو فيه الضيفة ولي خاصنا نتهلو في بعضياتنا ولي جان نرحبو به هو رمضان بكل تواضع بكل تواضع بكل تواضع قولي يا عبدو طاليب كيف يجيك رمضان يعني الاجواء دياله الاجواء دياله طبيعا الحال ورمضان بحي لواحد الورب بكرمنا برمضان انسان كيريتي يعني كيكون غادي بواحد الايقاع كيريتي من هذا الايقاع السريع خصوصا هاد الوقت هذي يعني الحياة هولا تخدم الناس غدا اكسليري وكيجري متعقل كيجرمدان بحل بنادم كيقراطي الفيتاس واحد شوية وكي عاود تاني دي ماري من كي دير ميزاجور كي دير ميزاجور كي دير ميزاجور ونهار العيد كي دير ماري بعصباح شنو الحاجة لما كيستغناش الى الفنان ديالنا في مائدة الافطار في رمضان هي المدن الادان والادان او كتسنتها الادان ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تستردرة يقول لي المشيه ديانوك تبدل كتتعطي الراس كالكباي لا المشيه ديانوك تبدل والله ما كانت اني يجيبك عامر لعرقتي تساعدو الطاليب كتترمدن شوية فرمدان زمان تعصب لما كانت تعصبش كل البداء فرمدان كانت سايقضو موبيلتي كيكون الفيروج والسترس والمبوتياج تقدر تدوز على الفيروج كامل تلقى بناتم طيات طيات ومعصب وذلك شي كتوصل على الدينة كتلقاني كندين كتكلاك صوني بشوية اه بشوية لان انا انا عارف داك الفيروج خاصة عقسمين والاربع ساعة عدغي اخوة كي درتي طيات كي ما درتيش طيات اللهم ما سبروا لبدا وطلقها وتنفس مزيان ورا مولار اجواء مور الافطار ومور الافطار ومور الافطار طقوس ديال كاشنو والطقوس ديالي انا بدكي نقبل ما كانمشي للجامع كانمشي نقول الدري صاحبي يشدلي بلاسف القهوة الدري صاحبي ما كيصليش لا يدير خير بعدين يشد لي أكورسي كي لا يمتلك معادي بخير لانتق وفراصولا خذ بلعي غصتك نصحوا هذا الشهر الغفران يجب ان تقليل يلال نصلي بلقه اليس انتقر الملازخ اه اي ا ا ا ا السيد عبدالطالب كتير're مارك القفيفة حمد غالاء الاسعار ديالرمدة القفا وأخي أقول لك القفة رميشانة للقفة رطحنة عباد الله الناس كاملين رمحنين القفة تقطعوا لي للدين والو التي تديرها على كتابك وارا كي يقول لأخي أخي شاف رأسه صافي رأسه وخشاف قفة وش نورة القضية زم الناس رأى الله يلطف زم كده وملي كتولي ملي كتولي ما عطيش بالفرانك والوصلة بالفرانك رأى لي لاي الله محمد رسول الله الله يحسن العوان لا أدرت شمعنا بلغة الخشاب وووو تقوم بخشاب نحن قد نمش لدينا الخضرة بقى تلك الخشاب حديد كل أليمنيو قولي يا سي عبد الطالب كان شي سلسلة سي سيد كومف أدرى رمضان ستشوفوك فيها واخوي أنا ما زال ما تسترش لي يدك شديل سيد كومف أنا حاليا أبرز أعمال ديالي في السينيما السينيما الحمد لله بحل مقدر نقوله يسر لي الله واحد مخريج كبير كنشكره من المنبار هو السيفوزي بن سعيدي اللي الأعمال الخردية له كلها كي يعطيني فيها أدوار بطولية وإن شاء الله ركين أفلام اللي خارجها منهم فيلم واليلي اللي حقق إنجازات كبيرة وقد جوائز داخله خارج الوطن وكين فيلم أيام الصيف اللي كانت من ده يخرج في هذه ديامات وكين فيلم آخر يخرج ما الصيف هذا وكين فيلم آخر اللي وفطور المونتاج اسميته ديزير إن شاء الله هذا فيلم سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور الصينيما المغربية كيف تشوف البرماجة التلفازية في هذا الرمضان وفي رمضان كان يكون واحد الزخم كثير من الأعمال ولكن نستطيع أن نشاهد كثيرا من الأعمال وقليلا من الجودة يعني الأعمال كثيرة ولكن أشكد الجودة بأن أعمال كدوز لا تم مغرب لأن الأعمال كدوز يريد ان تكون عاقلين عليها وكين ان تكون جودة وتكون وتكون تحتاجين على الفن وليس تقدمي كترة في الأعمال صافة. نعم، مزيان تكون كترة في أعمال ولكن خصوص تكون أعمال وزينة يكون فيها شوية تسمية. إلا الجمهور المغربي بغي يشوف راسه في الأعمال، يشوف 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 فيها راسه يشوف 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 فيها مغرابي تفيع الهوية المغربية في هذا الشي اللي يقيسه ويشي يحرك فيه شيء. ما نقولوش ما كينش كين تطور كبير ديال الدراما كين كين غادي ولكن بغينا أكثر و بغينا الانتاجات المغربية تقدر ما زال مقادرة تحتوي جميع الفنانة والمواهب اللي كينين في المغرب. يعني ما زال الصوق ضيق. خص الصوق يوسع باش الناس كلهم كل واحد يلقى العصول لما دار بزاف يدير شوية والناس تشتغل على راسه. لأنا كين بزاف الناس اللي يوم يستاهلوا يخدموا يستاهلوا يكونوا. وللأسف ما ملاقين فرصة الاشتغال. لماذا نشوف عبدو الطالبي يعني تخلى على المصرح والبتلفازون موجوده للسينيمة? يعني كثرة أعمال ديالك دابا هي سينيمائية. حتفا كالشي كبير. لا لا داكشي يصير الله. دبال أعمال اللي كاتب تسرق دبال فن هو هك و هك و هك. ما فيش يعني الفن مشي ميدان ديمقراطي مية فالممية. يقدر يقدر ينصفك يقدر ما ينصفك شي قدر. والفنان دائما لخصي يعطي كثير من داكشي اللي يخدم. هذه قاعدة في العالم كله ويجب أن نعمل فيها سواء في المصرح سواء في السينما سواء في التلفزيون أنا ما زال كنت أتعظر الفرصة ديالي في التلفزيون ما زال ما تتعطاتنيش في الصراحة رغم أنه يكون واحد الظهور ولكنكي بقى نسبيا قليل يعني ما زال كنت أتعظر الفرصة ديالي وما كنت ألوم تشي واحد كنت أقول نهار غدت جنوبة ديالي را غدت نقول الكلمة ديال أنت من خرجين ديال المعد تماما اه يعني وش المعد ساعدك أنك يعني يفتح لك أبواب اه تماما ديالي أن الفنان خاص وجوج حويش ضروريين المهيبة اللي كيعطيها الله تعالى لمن يشاء والدراسة مهمة أنا قرأت سبع سنين خريج المعهد البلادي وقرأت كذلك أربع سنين في منذوبية وزارة التقافة في واحد الورشة اللي دامت أربع سنوات وكانوا كيشرفوا عليها أساتداء أكاديميين كان نشكرهم من هذا المنبر كدرس الرخسام يا أقريو ايه وكلهم سوريا العلاوي ايه سينوف البراوي والأخوات بعدي قرأت معكم تانيش اياك تبارك الله قرأت معكم ايه قرأت معكم الحمد لله ودبانا كنا نشتغل مؤطر في المنبر كولتوري وفي في المسرح لأن المسرح هو دبال المسرح كيفيد الإنسان باش يكون إنسان قبل ما أنه يبغي مثلا بلا ما يكون يبغي يكون نجم ولا يكون ممتيل ولا يحترف إلى دار المسرح ينفعه كإنسان كيوالي يقدر يواجه كيوالي يقدر يميز كيوالي يقدر لهذا يبغي مادة أساسية في المؤسسات التعليمية لا نشعر بها شيء كذلك مادة أساسية يبغي تقرأ والفن كامل والجمال يبغي تقرأ من الصغر يطلع عندنا وحد ضوق فني يطلع عندنا ليس يتزاد ما يلقى قدامه وليس يتعلم سي عبدو الطاليب كتريني شوية في رمضان كتحافظ على اليقاء البدانية كنت أعرف أنت ولدي ممتل سينماي كنت تحافظ على اليقاء البدانية أنا علاقتي مع الرياضة كانت علاقة كبيرة لأن أصل لي رياضي قبل أن نقوم بلمتزر أصدقاء الرياضة كنت لعب كرة القدم ولعبت في القيسم الوطني الثاني ولعبت في إفتحاد البيضاوي ولعبت في دفاع عيم السبع ولعبت في المحمدية دوزت لكتقول وليس يقول أصدقاء الله في الكرة ولكي أنا ألاعب الكرة ولكن هذه أزم أياك الحب للمسرح هل تفرّجت في الكورة؟ لا، لكنني أجبني أن تفرّجت تصوّر ذلك الساعة كان باقي باقي التراموي مكينش كان نشط وبيس وكان نمشي وكان ندخله ندخله ونقطع تيكي كان المسرح بتيكي وكان نمشي وكان نقطع ورقة وكان ندخل ونتفرّج بمسرحيات وحد الوقت فشه بدك يدينا الله شوية وكبرته في ثلاثين عام وذلك شيء ما أصحى في الكورة بدأ المشوار كنتاهي كان نحس بشي حاجة فيها كان ندخل ومسرح ومن هنا كانت البداية بديت المسرح في 2006 في دار الشباب حي المحمدي كانت عندنا واحد الفرقة في كطار الهواية وباستيحمد أبو عودة في النانود الحي المحمدي وكان ندخلها في 2006 وكان ندخل المسرح في دار الشباب قلقت أربع سنين وكان ندخل دار الشباب حتى 2010 وكانت التحق بالمهد وكانت الصعوبة في هذا الميدان صعيب في البداية بزاف صعيبة بزاف في 2010 انا فاش بغيت ندير المسرح كنقول واذا ممتنين هذو اللي كيبانوا في التلفزيون هذي؟ ما هدنين دازو؟ كيف اشتدازو؟ كي دار اوليها؟ لاش احنا؟ كن صحاب مدازو مشي زنقا؟ كن صحاب مدازو مشي زنقا؟ واحد نار غادي بحق اخويا كندور في مدينة ضعوا اخويا تسبح نظام 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 لديك القهوة الممتنين ويتم تلك يا ليلة الباقي ويجب ان تبقوا دعيها ويجدين ويجدينها لماذا ستصلون فادي ويجدون من الكرة ويجدون تصولوا شراء طولنا يظهروا وان نظهروا اخوة سيئة كان قال سبو حدو و قلت لي و قلت لدينا رادرة المسرح في دار الشباب و دابنا بغيت نحتعرف و بغيت نحتك بناس محترفين أشب ممكن ندير؟ قال لي أشوف بغيت يدير هذا الشيخ و يصير تقيد في المعاد و قلت لديت تقرأ هذا الشيء بقواعد وفعلاً كانت هذه الفيديا هي بديت كان ندخلت المعاد و نقرأ سنة أولى سنة ثانية سنة ثانية ولكن أنا كان قرأ و في نفس الوقت كان نقلب على فوراس الاشتغال كبير كاستينغ نحن تقول سنة ثانية في البدان كانت تحضر واحد في مسلسل هديد الدان وهذه كانت تحضر فرصة جميلة مع فاطيمة بومغادي و من بعد تحضر بداية سلسلة العبريقاد و حبال الريح في نفس الاسابع و إذن لفجأة تحضر قضاء في وزارة الثقافة كان سينو في البراوية كان يضع إيجابة طرف الفرصة في الأفلام ومنهم يوم وليلة ومنهم العطصق وشتغلت كدير في مدرس الروح ومن ثم بقعت غادي المسيرق إلى أن جاءت الفرصة السينمائية الكبيرة مع السيفوزي بن سعيدي شتغلت مع فيلم والي لي يعطاني الدور بطولي ومن ثم الحمد لله جاءوا فرص خرين وجاءوا أفلام اللي إن شاء الله غدا تخرج رافطور المونتاج إن شاء الله وبالإضافة لهذا الشيء ركنا نحس الفوكاها ركتيم تبع ركتشوف القناة دي علي في يوتيوب أني تاني بعد كابسولات الفوكاهية اللي كننأخذ أشياء من الواقع المعاش من الحياة ديالي من هذه وكنحاول ننكت عليها شوية وكنحطها في القناة والحمد لله رغادي القناة بدأت تجمع متابعين ومشتركين الحمد لله لما نغاد قول رمضان كريم؟ رمضان كريم كنقول لها لقع المغاربة كاملين والأم الإسلامياء كنقول لهم رمضان كريم يدخل عليكم الصحة والسلامة اشتركوا في القناة